تبعنا الحقيقة هذه الجلسة الطريقة وتبعنا الموقف القوي والصارم والتحركات القوية على الأرض تجاه القضية الفلسطينية وإن كانت انتهاكات الدمية في قطاع غزة عايزة أعرف من حضرتك أهمية ورؤيتك أيضا لمطالبة المجلس لبرلمانات العالم أجمع بإصدار قرارات ضد انتهاكات الكيان الإسرائيلي لما يحصل في قطاع غزة أمس كانت الجلسة الحقيقة مشرفة جدا طليق بمجلس النواب المصري ونقفه دائما وأبدا ونحن دائما نقول نحن ولنا نتضامن مع الشعب الفلسطيني نحن أصحاب القضية يعني لسنا فقط متضامنين مع القضية الفلسطينية ولكننا نشعر ونعيش وحالة الاكتئاب والحقيقة الكابوس الأسود الذي يمر على مصر كما يمر على فلسطين والوطن العربي الحقيقة كان النتيجة ده دعوة من كل النواب لانعقاد المجلس فاورنا والفعل رئيس المجلس دعا لجلسة طريقة لذلك وسيادتك لو شفتي الستمائة نائب بيتكلموا قبلها في مجلس الشيوخ وكمان في مجلس النواب ما فيش واحد اختلف ما فيش فرض واحد خرج حتى المعارضة كاملة عن تفويد السيد الرئيس عبد فتاح السيسي في أنه يتخذ ما يراه من إجراءات وكيف كلمة ما يراه من إجراءات وفقا لقواعد الدستور وقواعد القانون تعني أي نوع من الإجراءات حتى لو وصلت إلى الحرب ليس هناك أدنى الحقيقة يعني تهاون في تفريط حبة رمل واحدة ضحها من أجليها يعني نقدر نقول أرواح طاهرة ودماء زكية بزلت على هذه الأرض وأجدادنا وأبهاتنا اللي توفوا في هذه الأرض العظيمة المقدسة الحقيقة تمنع الشعب المصري إلا أنه يعني حرك شفت المزاهرات في كل ربوع ومملكة مصر عربية يعني إمبارح مزاهرات طاحنة يعني من كافة الأطياف شباب مصر في الجامعات كلها جامعات الخاصة قبل الجامعات الحكومية منظر الحقيقة مهيب جدا جميع لقابات الأحزاب السياسية وأنا بقول لسيادتك اليوم يوم أجازة وحتشوف سيادتك دعوات كبيرة جدا داخل الأحزاب المعارضة والأحزاب الموالية كلها نزلين الشوارع النهاردة طبعا تاني التفافا حول الرئيس والقيادة السياسية والجيش المصري والضغط الشعبي واضح جدا في التفويد للسيد الرئيس رقم واحد رقم اثنين الحقيقة احنا بنتكلم على أن احنا نرفض رفضا كليا ما تعرض له أشقاءنا فلسطين في غزة يعني الإنسانية اللي كانوا بتكلموا عليها وحقوق الأنسان وهذا التشدق بهذه الألفاظ التي أصبحت سقطت الأقناع سقطت بشكل كبير تعلمنا من غزة هذا الدرس يعني حياء درس كبير جدا للوطن العربي كله أن ليس هناك من هو في ظهر الوطن العربي إلا الوطن العربي صحيح يجب بأيدينا نحن أن نتكاتب في شكل قاطع لحل هذه القضية هذه المرة وإلا إلى مزيد من الشهدات شكرا شكرا شكرا